السلام عليكم معكم عمر اواجن جنوان ورجعنا رجعنا لنهاية سهرتنا نهاية رحلتنا نهاية رحلة طويلة وقوية بنكس رمس بلعبة هرسو ستون طبعا خلصنا كل النورمال سوا هلا مع بعض بسرعة خلصنا كل تشالنجات الموجودة بالكلاسات دخلنا بالهيرويك خلصنا اول بوسين على الهيرويك مود اصعب شيء وبقيان اخر واحد لنخلص الجناح ونشوف شو بحيعطونا اذا حيعطو شيء ولا لا اخر شيء هذا بيصير بيصحب اثنين اثنين وطاقتو خبسة واربعين فكرت كثير شو الحل لقيت احسن حل هو الهونتر اه الخطر عبالي هو الهونتر بهيك حالة اه طبعا والنسبة لمحاولاتنا لانه للعالمية مثل ما كنا عم نقول بهالسلسلة وصلنا تقريبا لاله او وصلنا عزب اليوتيوب للمرتبة الخامسة عالميا بالنسبة لسيرفرات امريكا اوروبا بالنسبة لسيرفر اسيان لا يدخل بالحسابات لانه هو سيرفر بلش الباتش قبل بكزا ساعة اه طبعا امريكا بلش بعده بس اوروبا لحقت امريكا بفترة قصيرة يعني حوالي بس كان نصف ساعة تلتة اربعة ساعة الفرق بس مشكلة لايج السيرفر اثنين واربعين مليون نسمة اه حسب اولون كنا بحاول يفوت اه كله حلو كله حلو نعمل الحساب انه هيضل يشيل الكرت اه بلش بهدول اثنين وانا هاد لتراب بلش اضربه يا ترى لا اضرب الله طبعا هو كل اول دور حيعمل بهذا الكبسة الصفر لانه مانا شواليك حيستعمل اداما وضل يطلع لنا كرتين كرتين وهيك خيلوا قديش لازن يكون عنا كروت ايزا عنده ثلاث عن كبوتات او عناكب اه وقت يموتوا حينزلوا كل واحد اثنين يعني عنده ثلاثة زائد ستة تسع كروت فعليا على الارض اه الهونز حلوين بس مو هلا ها اه ها اعمل هيك ها افكر اعمل هاد لا ولا لا استنى شوي عندي سبل لاب تاني عندي ها اعمل والله نشوف شو خيارات خيارات ليجندري سحق وسبعة تراك تاني وسناب وسنيك سنيك تراب تاني ها اه ها اه اه الا لا نجيب هاد انا اتنين سنيك ترااب اوووووه والانباد اربعة يا ساتر اربعةوا هادول كده حيطلعوا 8 اتنا 10 مينيون عندو شفو صعب الهيرويك عملينو اذا هسل اشوف احسابها واحد باثنين هناك الاربعة ده مش فعليا طاطو اربعين لساتا طاطو يحدث يحدث واحد واشر اذا دبل اوو هذا قوي بظل بيزيد طاطو واحد واحد كل اول دور اكسبلوسيف تراب يمكن صار وقتو عنا اثنين حلوين او فينا نعمل دوغز فرجينيو او في وولف لا خلينا على هاي وخلينا نضرب ضربر مشكلة هات سيضل عايش ها سيضل عايش لانه صار ثلاثات اذا ويب ما في عنا هدا كوبرا كمان يا حبيبي يلا في عندي حل في عندي حل هلا هدول كلهم حينفجروا هلو طلعوا صفه هات طيب هلا هدا كله المنظر لازم نشيله بالدراب تاني اوو اشوف عنا كلاب كتير قديب اعملوا واحد اتنين ثلاثة سبعة ميش عمعد انا فيني اعملوا سبعة دامج هلا اذا بدي بس بدي وولف يا الله لو في وولف هلا هات اساسي بدي وولف ما في وولف شو نعمل يلا نعملوا سبعة واحد اتنين ثلاثة اربعة اخمسة 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 سبعة طربني وامتاز كله مات فضية الارض حلو كاركويل واحد اربعة واحد اربعة اللي حساويه هو التالي واحد اتنين وهي اتنين وهي رمح واهجم عليه فين نزل كمان كلب انو عندي مساحة او فراغ هذا انسحب بقى شوي وهيك انا مسيطر على الارض بشكل كامل يلا ان شاء الله هذا اللي يكون فوز رسه طاقته اعلى من طاقتي بس ان شاء الله يكون فوز يكون دليل لكل العرب لايقدروينه الهيرويك كامل الاجانب هيجنوا هيموتوا الاجانب هيطلعوا على اليوتيوب هيفتحوا يلاقوا مقطع عربي بين مقاطعهم هيقولوا كيف كيف نعم كيف اذا هذا طاقته خمسة كيف نلتلو هذا الخمسة بهالكروت الضعيف ما عميجينا الولف لايقوي الوضع كتير كتير بيقوا الوضع على وزير الولف نبدأ ايانا هاي واحد بدنا نخسر كتير والله بدنا نخسر كتير هيك وهيك وهيك آه في نازل اثنين فين اعتلو اذا بدي والله تجون اعتلو والله ما اعتلبوا اتباه اه اعطوك هادة فيني نبيني نزله مساهم مش كلته هادة حينقام بالوبات لازم عبئ الارض كله ونزله بين اللي هادو شوف حظي هيالفكرة اوه هادة مافينا نعمله تارجيت وولف معو طيب وولف هنقتله هللا فورا مضهو تفكير وهي ماذا يجب أن يجب أن يجب أن يجب؟ يا حبيبي شو نعمل عنا والفاتي 2 و 2 4 و 2 6 فينا نقتل 1 بس هذا 8 8 و 4 12 نتركه ان يضربونا هالدور نستنى الدور الجاي انا قدي بقدر اعمله 2 و 2 4 و 2 6 اعمل له دمج والله بحاول هجم عليه هيك 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 محاولة محاولة لماذا لا شال 2 هلا يطلع لي 3 سنيك بدي بس الزئب بربح اللابة بدي الزئب لربح اللابة بدي الزئب لربح اللابة فويزن على الكلب شي اخ لا ما بربح اللابة بزئب صدقت قامني احضرب لي واحد من هدول هاي 3 سنيك بدي الزئب لربح اللابة توقع زئب يلا زئب 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 تعال يا زئب انت موجود هون هلا ما اجيت من 15 قلب في زئبين يلا اجى الله 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 هاي هيك وهاي هيك يلا سجل يلا سجل يلا سجل وحط هيك وسجل يا تاني ولا اقول لك لا برمح برمح بقلبه بقلبه بقلب الوحش نجحنا باقل من ساعتين تقريبا يمكن اقل من ساعتين بين صدور اللعبة كاملة قدرنا نوصل للهيرويك ونتو الاخر بص فيها يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام رهيبة اذا اخدنا هون كلهم وما فتح لنا لسا شي اذا متل ما اريت معناتها انا اريت بس ما كنت متأكد ما بدي صرح بهدا الشي المفروض تخلص الهيرويك تبع كل الوينغات ليطلع لك الجائزة المضاعفة يعني لحنا هلا خلصنا هون ما فتح شي بس هون هيفتح شي بعدين امتى وقت يخلصوا هدول الوينغات كلهم طبعا الشرح عن هالاشياء كلها حكيناه بمقطع قبل فيكن ترجعوا تشوفوا شرح التحديث هذا بعد ما نخلص هي الفكرة نخلص هدول هيرويك هدول هيرويك هدول 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 بفتح لك شي زيادة اكسرا بلس هيعطيك شي متل جولد او كروت جولد او كروت لجندري والله ما لون ما اعتمدين لهلأ مشان هيك ما عطونا من هلأ الجائزة بس هي ليكا شايفين هالمكان فيه متل عنكبوت وفراغ هادلي حيتعبه متل كومبو شلون شا هاد الخط اللي بين البوسات على اساس هيصير خط شاقولي هيك بالطول بيناتهم كلهم من الهيرويكات او بشي طريقة تانية بلزرد يعني لسه معها وقت لانه كل وينج بفتحها باسبوع اذا انجاز بدي حاول طبعا انه مجهز كل شي مجهز الصورة مجهز الديسكريبشن مجهز الكل شي بس صفيان هيك يرندر ورفع سريع ما في شي ابدا مقطع ما له كتير كبير مشان هيك ما بيطول بس مشكلة الانترنت انك الوقت لترفع بياخد وقت وقال له والله كان فيه امل نجيب ما حنقول الاول على العالم بس خلينا الاول ثلاثة بس يلا خير اول خمسة اول عشرة يعني كل هاد ما كنا اصلا نحلم في الحمدلله قدرنا نرفع اسم العرب بالعالي يعني انجاز انجاز جيد لا بأس به وهي عم تحكي عن انك توصل يعني بقناة عربية وامكانيات متواضعة ضد محترفين يعني محترفين في منهم بلعبوا فقط هرسل ستون اللي احنا بقناة الوان جا جن وان نلعب اكتر من خمسين لعبة مختلفة في كتروح البلاي لست وتشوف الالعاب المختلفة كتير لعب الالعاب كتير مختلفة مالنا مختصين بلعبة مثل هدول محترفين اللي بلعب كل يوم ميت جيم بدون مبالغة ميت جيم نعم بلعب ميت جيم رانكت مسلا بين رانكت وارينا هرسل ستون باليوم تخيل عنده كل الشامبيونات ليفل كامل وعنده كل اوراق اللعبة عم نقدر نكون اسمنا مجرد قريب يعني مجرد قريب من اسماء هيك عالم قوية هاد الشي لحاله شيء كتير لحنا يعني هدا انا بصراحة ما كنت قدرت تساويه لولا دعم المشاهدين المعنوي بشكل فضيع يعني هن هالكومنتات اللي بيقولوا هالتشجيع هالدعم اللي بيعطوني اياه هو اللي بيخليني اني وصل لهم هرحاول اكتر واكتر بقناة الوان جا جن ونوصل لابعد من هيك طبعا بعد هالانجاز العالمي اللي سوينا اذا حابين بعد وان ويك يعني بعد اسبوع حيطلع عوينج جديد اذا حابين نعمل نفس هالفكرة يا ريت تشجعونا كتير لانه المشكلة بيقولك وقت تنزل مقاطع كتير ما بيكون في مشاهدة ما بيكون في دعم اذا لاحظنا انه ما في مشاهدة ما في دعم حنضطر انه نقسم المرة الجاية حيكون الهيرويكات حلقة مثلا كل يوم بدل ما يكون ثلاث حلقة طورة بعض مثل ما اليوم صار هدولي او كذا حلقة الى اخيري اه بقالوا هيرويك اذا هيك هيك منعمل اما اذا لقينا دعم وكل شيء مثل هال اذا لقينا القصة ناشحة ان شاء الله بنرجع بنعيد نفس هالسارة وانا مستعد اني اعمل نفس المجهود اه في سبيل انه يعني المشاهدين كون مبسوطين اه الاسم العربي انا صرت عم مسل العربي هيك موضوع ما عم بحكي عن حالي فقط بقى الاسم العربي يرجع يطلع على اليوتيوب ضد هدول المحترفين دي يعني نقدر نعمل شيء و اه ونقدر يعني قد ما فينا نتطور طبعا مثل ما شايفين كله خالص خلاص ما في شيء هون ما في شيء اه هاي براكتس اكسبرت وكذا خالصة اذا اه هذا كان كل شيء اه لليوم اه رحلة فضيعة ورهيبة وجميلة استمتعت فيها كتير والله هي الرحلة اول مرة بتاريخ القناة يكون في هيك نوع رحلة اليوم نزلنا حوالي بالمشكلة نزلنا مو بس هرسل ستون نزلنا اه نزلنا اه يعني من كذا نوع اللعبة يعني نزلنا من نوع الاستراتي مقطع ليغوف لجند بين مقاطع هرسل ستون نزلنا مقطع بلانت فيرسل زومبيز بعتقد قبل قبل هرسل ستون تماما بعد الهرسل ستون نازل مقطع مفاجئة كمان بشوي هو مقطع اف بي اس كاونتر سترايك اه ونزلنا كمان قبلهم كل هدول مقطع جيم ديف تا يكون مبارح اذا يعني اذا بتحسب الاربع وشرين ساعة على قناة لوان جن جن وان نزل فيها اكتر او من اكتر اه اتوقع اتناعشر مقطع رقم قياسي جديد بتاريخ القناة اكتر شي لحنا نزلنا خمسة بتذكر يمكن خمسة او ستة كان اكتر شي بس اه واحد بناتهم كان في حكي عن تصويت بقى مشانك ما حسبته مشانك ما قول خمسة اما اليوم فعلا اتناعشر مقطع او بقلب اربع وشرين ساعة نزلنا تق قريبا اتناعشر مقطع اتوقع والله ما بعرف يمكن يكونوا عشرة يمكن ادعش يمكن اتناعش بدي اتكد بس انا اتوقع اتناعش اه المهم ما مهم الرقم مهم انه هو رقم قياسي جديد حنحكي عليه اكيد وتزائد اليوم لسه ما خلص ما بتعرف شو ممكن لسه تلاقي بالقناة ممكن انا تلاقيني عندي طاقة اكتر اني لسه انتج شي اكتر ولكن بكل احوال عم نجرب بتقولولنا ما بتنزل كتير اه وما بتشكل اكتر من هيك تشكيل ومن تنزيل ما في بكل ال ما عم نحكي بالعالم العربية بنحكي بالعالم بشكل عام انجاز رقم كبير اه بالنسبة لقناة صغيرة طبعا بركز في قنوات والله بتلاقيها كبيرة عنده مئة الف مئتين الف مشترك عندهم طاقم كبير بيشتغلوا مع بعض بعملوا مقاطع كزا انت عم تحكي هنا عن قناة فيها اربعة عشر الف خمسة عشر الف مشترك يعني هذا رقمه اه بقى انه نعم هيك انت انجاز عم عم نطلع فوق الطبيعي اه بس بنفس الوقت ان شاء الله يكون في مردود قوية اللي عم ننهي هالسلسلة الهيروك بي فيلوك لانه بدي حكي لصة تعبنا انا هلأ تعبت بقى صحيح مستعجل انه بدي ارفع المقطع بس نفس الوقت لازم اقول وعبر عن كل شي بيصير معي بس اكتر شي بدي اقوله هو السعادة اللي انا فرحان فيه هلأ كتير مخصوص جدا 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 بالشي اللي وصلناه يعني اه حسيت انه رفعت راس مشتركيني فعلا مشتركيني هلأ اكيد ما لون ندمانين انه هني مشتركين بالقراء ما لون ندمانين على اي لايك اي مفضلة عملوها لانه فعلا لقينا اه ثمار لهذا الموض ما كان موجود قبلا قبل هيك والحمد لله ما تنسوا تشتركوا بالقناة اذا مشاهدونا لأول مرة قد ما بتقدروا هذا الخبر كتير مهم بانه انجاز عربي قد ما تقدروا تنشروا هالمقطع وتقولوا فيه لأصدقائكم حكي يعني مش نشر عن انجاز عربي بالهرسستون حصل اليوم سجل يا تاريخ العرب سجل يا تاريخ العالم اه انه في قناة عربية قدرت توصل لهذا الشي اللي صار معنا اه طبعا مفضلة لايك وشير تلحونا رواية فيسبوك تويتر جوجل بلاس انستغرام وتويتش تيفي كلها موجودة ومكتوبة كمان بالمقطع فوقي اه كان معكم عمر اوان جل جنوان بشوفكم بحلقات قادمة ان شاء الله ومع السلامة